خلينا بقى نروح مع حضراتكم وملف آخر ونروح للمنتخب ودية المنتخب الوطني طبعا بقيادة كابتن إيهاب جلال طبعا تاني هنقول هي مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية هتكون تحديدا من توقيت القاهرة الساعة واحدة الوحيدة ظهرا ده طبعا ضمن استعدادات المنتخب الكوري كمان لنهايات كاس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين طيب امبارح كان الوضع ازاي امبارح كان فيه مران ختامي اللي بدأ كمان بيه كلمة لكابتن إيهاب جلال مع اللاعبين وبعد كده تدريبات بدنية كانت موجودة وتأسيمة واختتم المران مع التزديد بقى على المرمى يعني بالتوفيق يا رب ان شاء الله حيكون لنا اكيد كلام كتير النهاردة ضمن يعني الحلقة عن المنتخب بإذن الله لان هو خلاص يعني احنا بعد البرنامج بساعة تقريبا حيكون المتشفة برضو الواحد حتى لو في الاول في الاخر دي ودية احنا عايزين يا كريم المنتخب يبقى بيفرحنا عايزين المنتخب ان هو برضو يعني هتبقى وحشة نفسيا نشوف مش مهمة يا ودية وكل حاجة للسكور مش هيفرق لكن هتفرق نفسيا جدا مع الناس وحتفرق نفسيا جدا مع كابتن إيهاب وحتفرق نفسيا جدا مع اللعيبة فيعني هنشوف وخصوصا ان كل ده بيحصل في وسط حالة من اللغة والكلام الكتير والاسئلة والاستفسارات والتشكيك فحتى في جدوى المباراة من حيث المبدأ يعني الفترة اللي فتت هنا واندي في كذا حد برضو تكلم كلام ماشي في سكة طب وإيه لازمة ماتش كوريا طب هما هيلعبوا فريق زي غانا في كاس العالم فهم اكيد مهتمين ان هما يلعبوا فريق افريقي كبير لكن احنا في المقابل احنا ايه حجم الاستفادة يعني بقينا نشكك في كل الأمور وده افقد افقد الحكاية كتير من متعتها حتى لا لا معاك بس ده كلام يعني اصي بص فيه كلام بيترد عليه فيه كلام ما بيتردش عليه بصراحة فيه كلام مالوش معنى فده كانك ما سمعتوش يعني ده كلام من الكلام المالوش معنى الصراحة لكل حل برضو مهمة صعبة لان انت عندك مبارح انا وكريم قلنا لحضراتك وتسع غيابات وتسع غيابات من لعيبة تقيلة جدا نتكلم عن مرموش محمد صلاح تريزي جي فاتوح يعني ناس كتيرة وناس تقيلة فبردو تاني حرجع اقول والواحد بيقولها من قلبه ربنا يوفقك جود لك يعني ان شاء الله كابتن ايهاب جلال مهمة صعبة جدا وتاني حقول شخصية محترمة وانا حزينة على برضو الاحداث اللي هي او اللي تحط فيها ما عليش برضو فكرة مش هتكلم في تفاصيل كتير بس انا كمدير فني لمنتخب يتم حديث حول اقالتي مش اقالتي وانا ما عجبنيش المشهد ما عجبنيش ابدا ومش دي الاحداث او المشهد اللي مفروض يمشي عليه اصلا حاجة ليعلقة منتخب مصر اي قرار بيصدر فما كانش افضل شيء فتاني ان شاء الله ربنا يوفق المنتخب بقيادة كابتن ايهاب جلال ولما يرجع نبقى نشوف الخصة بقى هيحصل فيها ايه بالظبط لان حد هذه اللحظة الواحد مش فاهم هو كابتن ايهاب مكمل ولا كابتن ايهاب خلاص كده يعني فعلا الواحد مش فاهم يعني حتى نفسي نطلع على حضراتكم نقول معلومة مفيش معلومة يعني مفيش معلومة فعلا الواحد مش فاهم كابتن ايهاب لما يرجع من كوريا هيحصل ايه ما هيبان كل اللي بيحصل ده وكل اللي احنا بنتكلم في ده حاجة زعل جدا لان الطرف الرئيسي فيه المنتخب بالظبط المنتخب اللي المفروض يكون في حالة من الاستقرار المنتخب اللي المفروض يورينا اداء ونتائج مرضية جدا تتماشى تماما مع توقعاتنا كمحبين لمنتخب بلدنا اكيد كابتن ايهاب جلال طبعا على المستوى الشخصي والانساني مش محتاجين نتكلم عن ماذا احترام هذا الانسان ده مفروغ منه طلعوها برا الحزبة بس ساعات ببقى فيه قدريا كده سوء حظ سوء حظ فيه اختيار توقيت معين لاصدار امر ما او لتعديل امر ما هي الحكاية انتو تقول لي المشهد مش حلو المشهد مش حلو وهندلته ما كانتش حلو فمن كله الحقيقة فنتمنى الاستقرار بما يعود بكل ما هو طيب وايجابي على منتخبنا الفترة الجاية ان شاء الله